موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة مشاهدينا الأكارون أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج آفاق نجدد شكرنا لكل المراسلين والمشاركين في برنامج الذين أمدون بالأخبار والتقارير وساهموا في نجاح حلقات برنامج آفاق بموسمه الجديد أخبار جديدة وشيقة تنتظركم هذه الليلة وإليكم أبرز عنوينها استمرار فعاليات الاحتفال بالذكرى النبوية الشريفة في العالم الإسلامي اختتام المؤتمر الدولي للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا رحلة دعوية للداعية زيد بن يحيى لبنغلاديش موسيقى أهلا بكم تزامنا مع الذكرى النبوية الشريفة تتواصل احتفالات البلدان الإسلامية بهذه المناسبة طوال شهر ربيع الأنوار والبعض منها يمتد لأشهر أخرى وتختلف هذه الاحتفالات من دولة الأخرى من خلال طريقة إقامتها والتأبير عن محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام من خلال مجالس الذكر والعروض الكرنفالية المتنوعة التقرير التالي رصد بعض هذه المظاهر في هذه الاحتفالات في اليمن والهند وكينيا وكذلك الأردن نتابع تتواصل مظاهر وفعاليات الاحتفال والفرح بذكرى شهر ربيع الأنوار المتزامن مع ختام الشهر الفضيل حيث نصول ونجور في عدد من الدول الإسلامية لنتعرف على أبرز تلك المظاهر والأنشطة ونبدأ أولى جولاتنا الاحتفالية الختامية في شهر ربيع الأنوار من محافظة حضرموت باليمن وتحديدا من مدينة تريم العلم والعلماء حيث تقام في تلك البلدة عدد من الفعاليات الدينية المختلفة ففي دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية تقام احتفالية سنوية كبيرة بالمولد النبوي تتنوع بين قراءة السيرة النبوية الشريفة بحضور جمع غفير من الناس يتقدمهم علماء البلد الأفاضل وعدد من الشخصيات الاجتماعية بالإضافة إلى فعالية الزف السنوي التي تقام بسحة دار المصطفى للدراسات الإسلامية يتخلله عدد من المشاهد التمثيلية والألعاب التراثية الشعبية والأهازيج المدائحية النبوية وكما يقام أيضا بمدينة سيئون قراءة السيرة النبوية بساحة أنيسة يحضرها جمع غفير من الناس من داخل المدينة وخارجها وقراءة السيرة النبوية بمسجد الإمام طه بن عمر الصافي في ختام أيام شهر ربيع الأول وجولتنا الثانية من الأردن وتحديدا من مدينة العقبة حيث تقام مجالس مباركة بالفرح بميلاد سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم والبداية بالاحتفال بالمولد النبوي بمعهد المعارج للدراسات الإسلامية فرع العقبة بحضور رسمي وعدد كبير من الناس ثم ننتقل بكم إلى الاحتفالات النبوية بالهند كما عقدت مسيرة تعد الأكبر حضورا وتنظيما بالهند من حيث كثافة الحاضرين والمشاركين مع تنوع مظاهر الابتهاج والسرور بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الإسلامية ونختم تغطيتنا من دول جنوب شرق إفريقيا وتحديدا من دولة كينيا من مدينة نيروبي التي تقام فيها احتفالية كبيرة يحضرها أهل نيروبي وأهل القرى القريبة والبعيدة بمسجد الامتياز الذي يتقدم حضوره الشخصيات الرسمية والاجتماعية وعدد من الدعاة والأساتذة والمدرسين وعامة الناس علي بن الشيخ أبو بكر لبرنامج أفاق اختتم المؤتمر الدولي للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حول موضوع الهجرة القصرية والدراسات حيث استغرغ المؤتمر ثلاثة أيام ناقش عدد من المواضيع المدرجة التي اجتملت تاريخ الهجرة قديما وحديثا وعدد من المحاور الأخرى نتابعها في سياق هذا التقرير اختتم المؤتمر الدولي تحت جامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حول المولوع الهجرة القيصرية ودراسة حالة اللاجئين القلايا واللروف الاجتماعية المتغيرة إن عقد المؤتمر بمشاركة جامعة معدن الثقافة الإسلامية بكيرلا الهند ومركز البحوث والتواصل المعرفي بريال المملكة العربية السعودية واستغرق المؤتمر لمدة ثلاثة أيام وتخلى له مناقشة عدد من المواضيع المدرجة التي اجتملت تاريخ الهجرة قديما وحديثا في حرم الجامعة الإسلامية العالمية بكلالمور عاصمة ماليزيا وامتاز المؤتمر بحيث شارك وقدم الأوراق كثير من العلماء والباحثين من ماليزيا وخارجها من إحدى عشر دول من شتى بقاع العالم لبرنامج آفاق عبد الحكيم الثقافي بن عبد اللطيف الفيضي من ماليزيا توجه الداعية زيد بن يحيى إلى بنغلاديش في رحلة ضعوية تستقرق بضعة أيام هذه الرحلة تتضمن إقامة عدد من المحاضرات والندوات والمشاركة أيضا في مسيرة وندوة المولد النبوي الشريف التي يحضرها ما يقارب مليون ونصف المليون شخص حيث تُعقد هذه المراسيم والاحتفالات بحضور شخصيات رسمية ومشائق من عدد من الدول المختلفة إضافة إلى جمع كبير من فئات المجتمع المختلفة افتتح عدد من الدعات وإمة المساجد وبعض كبار شخصيات بمدينة سيدني بأستراليا وقف الوالدين التابع لأوقاف أستراليا وذلك في حفل كبير حضره الكثير من عامة المسلمين للأستراليين وغيرهم من الجاليات المسلمة ويعتبر هذا الوقف مبنى مكونا من طابق أرضي وأربعة طوابق أخرى تم تخصيص بعضها كقاعة لإقامة الصلوات وأخرى متعددة الخدمات بالإضافة إلى طابق مخصص لكلية شرعية لتدريس المواد الفقهية وعلم الحديث وتفسير القرآن الكريم وجدير بالذكر أن هناك الكثير من المشاريع الخيرية التي يتبرع بها العديد من رجال الأعمال المسلمين والعديد من العلماء والدعاة الذين يسعون إلى تقديم كافة الخدمات الممكنة التي يحتاجها المسلم في حياته اليومية بالإضافة إلى تقديم الصورة الحقيقية عن الإسلام لغير المسلمين بعد الفاصل المشاهدين الكرام نتابع وقف على إهرامات السودان المنسية تكرموا بالبقى معنا أهلا بكم من جديد يحتضر السودان البلد العربي الإفريقي أكبر تجمع للأهرامات على مستوى العالم إذ يصل عددها إلى أكثر من 230 هرما وتعرف عبد القادر هذه الهرامات اليوم باسم أهرام البجراوية نسبة لقرية البجراوية قرب مدينة شدني التي تبعد حوالي 200 كم إلى الشمال الشرقي من العاصمة السودانية الخرطوم أما اسمها العلمي فهو أهرامات مروي وهي من آثار مملكة نوبية عظيمة تدعى مملكة كوش ويسعى السودان إلى بعث وتنشيط قطاع السياحة من جديد من خلال إعادة إحياء معالم حضارتها العريقة نتابع هذه المقتطفات التصويرية التي تحكي لنا قصة أهرامات السودان المنسية موسيقى 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 التلفاز عبد القادر وسيلة إعلامية تقليدية وكذلك أيضا جماهرية لأنها تعتبر من وسائل الإعلام القديمة وجماهرية لأنها توجه عادة الجماهير كافة دون تفريق كيفية التعامل مع التلفاز في البيت وكيف نحد من الإدمان السلبي للأطفال تجاه مشاهدة التلفاز كل ذلك في ناخذة الأسرة بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام طابت أوقاتكم أينما كنتم بعد ثلاث حلقات خاصة بمناسبة شهر ميلاد الحبيب المصطفى نعود وإياكم مجددا إلى مواضيعنا الشيقة التي نتحفكم بها من خلال نافذة عالم الأسرة لهذا الأسبوع حديثنا في هذه النافذة إن شاء الله سوف يكون لكم أنتم مشاهدين الكرام الآن من تشاهدون شاشة قناة الإرث وكل القنوات سيكون موضوعنا حول مشاهدة التلفاز أصبحت مشاهدة التلفزيون من أهم وسائل التسلية تشغل ما يقدر بـ 70% من وقت الفراغ بحسب الكثير من الإحصائيات العالمية هذا بلا شك أبعد الكثير من الناس عن أشياء كانت تفيدهم في صحتهم من حيث ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة وبذلك أصبح التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي أحد أهم الأعداء الجدد لصحتك عزيزي المشاهد استشاري الأمراض الباطنية يقولون بأن جهاز التلفاز للأسف الشديد تحول في بعض الأشكال إلى رفيق حتى لمائدة الطعام يشاهد التلفاز مع وجبات الطعام وهو ما يفقد الإنسان القدر على التوازن بين الحاجة للغذاء والمتعة منه لملء الفراغ هذا يسبب مشكلات صحية جمة أكثر الأطعم التي يتناولها الأفراد وهم يشاهدون البرامج التلفزيونية تحتوي على نسب عالية من السكريات والدهون مثل المكسرات والشوكولاتة والمشروبات الغازية بذلك عزيزي المشاهد يصاب الأفراد بشكل أولي بالسمنة ومن ثم يأتي ارتفاع نسبة السكر والكوليسترول في الدم وهذا ما تؤكده الإحصائيات حول ارتفاع عدد مرضى السكر في العالم في دراسة بريطانية تبين أن الصور الومضية والأشكال المعينة التي تظهر على شاشة التلفاز وكثير من العاب الفيديو المصورة والحواسيب أيضا تزيد من خطورة إصابة الأطفال بنوبات الصرع الفئة العمرية عزيزي المشاهد ما بين 7 إلى 19 سنة هم أكثر الفئات استعدادا للإصابة بهذه الأضرار العنف من جانبه يحذر الكثير من دكاترة الطب النفسي بشكل عام من الآثار النفسية لمشاهدة التلفاز لمدة طويلة يقول الكثير من هؤلاء العلماء بأن الأطفال والمراهقون الذين يقضون أمام التلفاز ساعات طويلة ويعايشونه أكثر مما يعايشون آباءهم تشير هذه الدراسات أيضا إلى أن الطفل في بعض الأقطار العربية يقضي أمام شاشة التلفاز ما بين 3 إلى 4 ساعات يوميا وأكثر من ذلك بلا شك في أيام العطل والإجازات بذلك عزيز المشاهد يصبح التلفزيون أداه بالغة التأثير خاصة إذا أشاع العنف فيما يعرضه من مواد العديد من الأطفال يعانون من الخوف والطرابات النوم وتكدر المزاج والطرابة الشهية قد يكون هذا عزيز المشاهد بسبب مشاهدتهم لتلك البرامج التلفزيونية كما أن الأبناء الذين يقضون وقت طويل في المشاهدة يؤدي بهم الأمر إلى ضيق الوقت الذي يقضونه مع أسرهم مما يسهم هذا في تقليل فرص الاجتماعات العائلية وتعزيز ميل الأطفال إلى العزلة ذكرت الدراسة أيضا أن الحكايات التي كانت ترويها الأمهات والجدات قبل النوم في الزمن الماضي كانت تسهم هذه القصص بشكل أكبر في إذكاء روح الخيال والإبداع لدى الأطفال حذرت الدراسة أيضا من أن معظم البرامج الموجهة إلى الطفل خاصة قبل سن دخول المدرسة تفتقد إلى الرؤية التربوية والثقافة السليمة وتبدو متأثرة بشكل واضح بمثيلاتها من البرامج الغربية لا شك أنك عزيز المشاهد بعد أن استمعت لكل هذه الأضرار من مشاهدة التلفاز تتساءل من هو المسؤول عن حماية الأطفال بلا شك المسؤولية تقع على الآباء والأمهات جامعة نورث كارولونيا الأمريكية عقدت ورشة عمل حول هذا الموضوع بالذات إلى أي مدى يؤثر التلفاز على الأطفال الخبراء المشاركون في هذه الورشة خلصوا إلى عدد من التوصيات الموجهة إلى الآباء والأمهات إليكم إياها أولا اختيار البرنامج التلفزيوني وفقا وعمر الطفل الأطفال عزيز المشاهد يحبون الألوان الفاتحة والحركة والصوت الأطفال الصغار على وجه الخصوص يميلون إلى القصص البسيطة والأشياء التي تتناسب مع ظروف حياتهم المعيشية ثانيا اختيار برامج تلفزيونية متنوعة مثل برامج الكرتون أو البرامج المسلية الأخرى هذه البرامج وضعت خصيصا للأطفال في سن ما قبل المدرسة أي سن الخامسة وما دونها ثالثا عند مشاهدة برنامج تلفزيوني مع الطفل العزيز المشاهد ينصح بمساعدته في أن يتفاعل حسيا مع ما يشاهد على الشاشة ومحاولة توضيح علاقة ما يقدمه التلفاز بالحياة اليومية والواقع العملي للطفل توصية أخرى مهمة جدا خلصت منها هذه الورشة وهي عدم احتكار مشاهدة كل برامج التلفزيون من قبل أولياء الأمور ومن دون وجود برامج مسلية تناسب الأطفال والأسرة بشكل عام أيضا إذا لم تكن الأم بجوار الطفل أثناء مشاهدته التلفاز ينصح بأن تقدم له برنامج يساعده وينمي ذاكرته وقدرته العقلية على الأم والأب أن يحاولا قدر المستطاع مساعدة أطفالهم كي يكونوا ناقدين لما يشاهدونه وأن يختارون البرامج التي تتناسب مع واقعهم وفئاتهم العمرية بهذا نكون وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام نافذة عالم الأسرة لهذا الأسبوع مشاهدة ممتعة أتمناها لكم مع بقية فقرات البرنامج مشاهدين الكرام تشاهدون بعد الفاصل هل تريد علامات دراسية أعلى؟ أسر في صوتك ومن عالم الصحافة مسن تجاوز المئة من العمر يستعيد بصره لقراءة القرآن الكريم ابقوا معنا أهلا بكم أطلق مأحد ألف الإسلامي في إسبانيا خدمة مجانية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب للمسلمين الجدد الناطقين باللغة الإسبانية وهي عبارة عن دورة في الدراسات الإسلامية للتعريف بتعاليم الإسلام وقد اشترك في تلك الخدمة حوالي 1200 مشترك من الرجال والنساء وتأتي هذه الفكرة لتوفير كافة المعلومات والدروس التعليمية للمسلمين الجدد ولمساعدتهم في فهم تعاليم الإسلام ومعرفة كيفية أداء العبادات أعزائي المشاهدين نبقى الآن مع نافذة عالم الصحافة مع الزميل أيمن فاكتير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في لقاء أسبوعي جديد يجمعنا بكم مع نافذة عالم الصحافة ضمن حلقة الليلة من برنامجكم آفاق وأما اختياراتنا لهذه الحلقة مما نشرته الصحف والمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي نبدأها كالعادة مع أخبار الصحف وبالتحديد من صحيفة اليوم السابع والتي أدرجت ضمن عنوينها الأزهر الشريف يبدأ الترتيبات النهائية للمؤتمر العالمي لنصرة القدس حيث أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدعوة إلى المؤتمر العالمي لنصرة القدس وذلك لبحث اتخاذ خطوات عملية لدعم الهوية العربية والفلسطينية للمدينة المقدسة وسوف يعقد المؤتمر في يناير المقبل بالقاهرة بالاشتراك مع مجلس حكماء المسلمين حيث يحرص الأزهر الشريف على دعوة كبار رجال الدين والثقافة والسياسيين المعنيين بالقضية للمؤتمر من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية والمنظمات الإكليمية والدولية ذات الصلة وذلك للخروج بقرارات عملية تتناسب والتحديات الخطيرة التي تهدد أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى خاتم الأنبياء والمرسلين ومن الموقع الإلكتروني أخبارك نقرأ بعنوان مسن في المئة وواحد وعشرين من العمر يستعيد بصره لقراءة القرآن وفي تفاصيل الخبر خضع أباز إلييف من سكان أنجوشيا في جبال شمال القوغاز لعملية جراحية في عينيه ليتمكن من قراءة القرآن الكريم وبحسب صحيفة روسية تمكن المعمر البالغ من العمر مئة وواحد وعشرين عاما من استعادة بصره بعد أن خضع لعملية جراحية وقد تعرض إلييف لإصابة في عينيه لكنها لم تكن عائقا لممارسة حياته الطبيعية بشكل يومي حيث أنه يذهب للمسجد ويرعى حيواناته الأليفة ويهتم بالأطفال ولكنه مع هذا المرض لم يستطع قراءة القرآن الكريم لذلك خضع لهذه العملية وأوضحت الصحيفة أن هذا المعمر ولد في العام 1896 ولديه خمسة وخمسون من الأبناء والأحفاد وبالانتقال متابعين الكرام إلى إطلالتنا المعتادة على شبكات التواصل الاجتماعي حصد وسم أو هاشتاك القدس ملايين المشاهدات وسجلت رندا جديدا على صعيد الهاشتاكات المتداولة في أغلب الدول العربية على شبكات التواصل الاجتماعي كما تصدر وسم أو هاشتاك القدس عاصمة فلسطين الأبدية منصة أعلى عشر هاشتاكات تداولا على تويتر بحسب موقع التواصل الاجتماعي كما حصدت الهاشتاكات الأخرى هاشتاك القدس عاصمتنا وهاشتاك القدس عربية وهاشتاك القدس عاصمة فلسطين وهاشتاك القدس إسلامية وهاشتاك القدس لنا والأقصى لنا وهاشتاك القدس ستبقى إسلامية ملايين المشاهدات على شبكات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر وباشر مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي نشر إحصائيات ومعلومات عن مدينة القدس التي تحتل مكانة مميزة في نفوس العربي والمسلمين حيث المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء وهي المدينة التي جاء إليها أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب والكثير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين وختام جولتنا وإياكم أعزائي مع زاوية أقلام حيث نشرت صحيفة الرأي الأردنية مقالا بعنوان المولد النبوي استنهاض للأمة بقلم فضيلة الدكتور محمد الخلائرة المفت العام للمملكة الأردنية الهاشمية ومن أبرز ما جاء فيه كانت ولادته صلى الله عليه وسلم نورا اهتدى به العرب فانتقلوا إلى مصاف حضارة عالمية فاقت حضارة الفرس والرومان والهند واليونان وإشهدوا لواقع المسلمين ما تركته حضارتهم من علوم وفن وأدب وفلسفة أثر تاريخ الحضارة الإنسانية وشهد لأهميته القاصي والداني وحتى غير المسلمين الذين سطروا الكتب والمؤلفات في أثر الحضارة الإسلامية وأهميتها ومن ذلك قول غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب وكلما أمعنا في دراسة حضارة العرب والمسلمين وكتبهم العلمية واختراعاتهم وفنونهم ظهرت لنا حقائق جديدة وآفاق واسعة ولا سرعان ما رأيتهم أصحاب الفضل في معرفة القرون الوسطى لعلوم الأقدمين وإن جامعات الغرب لم تعرف لها مدة خمسة قرون موردا علميا سوى مؤلفاتهم وإنهم هم الذين مدنوا أوروبا مادة وعقلا وأخلاقا وأن التاريخ لم يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه في وقت قصير فقد عالجت الحضارة الإسلامية التي وضع قواعدها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاجات الحياة بمختلف جوانبها الفكرية والنفسية والروحية والجسدية والمادية نعم في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم يستذكر المسلمون هذا التاريخ التليد مستشعرين نشوة الضفر والعزة التي عاشوها ذات يوم لكن يفيقون على واقع مؤلم من التفرقة والضعف والتشردم والصراع والاكتتال الداخلي مما ينتج عنه طعف التحصين الداخلي فأصبحوا غثاء كغثاء السيل فنزع الله تعالى المهابة منهم ومن صدور أعدائهم فتطاولوا عليهم واعتلوا أسوارهم أضف إلى ذلك أنهم أصبحوا في ذيل الحضارة الإنسانية وهم أمة إقرأ وأمة خاتم الأنبياء والمرسلين وليس بعيدا عننا ونحن نستذكر ذكرى المولد النبوي الشريف أن نعود إلى سالف مجدنا ونهضة حضارتنا وأن نحيي أعمالنا وعقولنا من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونشحذ الهمم فنحن أمة خاتم الأنبياء والمرسلين وخير أمة أخرجت للناس تمرض ولكن لا تموت وأملنا بالله كبير ولا شك أن شمسنا ستشرق من جديد ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا وبهذا المقال ننهي نافذتنا على عالم الصحافة لهذا الأسبوع لنا لقاء آخر في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى والآن نعود وإياكم إلى الزملاء عبد القادر ومعاذ ولكن قبل ذلك نبقى كالعادة مع صورة الأسبوع أفادت دراسة كندية حديثة أن قراءة النصوص بصوت عالي يساعد الأشخاص على تحسين عملية حفظ المعلومات في الذاكرة ما يسهل عملية استعادتها على المدى الطويل الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة واترلو الكندية وخلصت الدراسة إلى أن القراءة بصوت عالي هي عمل مزدوج من التحدث وسماء النفس في آن واحد وهذا العمل له التأثير الأكثر فائدة على عمل الذاكرة وأضف أنه عندما ننطق الكلمات بصوت عالي تصبح تلك الكلمات أكثر وضوحا في الذاكرة طويلة الأمد وبالتالي لا تنسى بسهولة مشاهدين الكرام كان هذا الخبر آخر محطات حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوعي آفا راسلونا بكل جديد على عنوين البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة إما عبر إيميل البرنامج أو من خلال صفحات البرنامج على الفيسبوك أو تويتر أو من خلال الموقع الإلكتروني لقناة الإرث النبوي إلى الأسبوع القادم عبدالقادر في أمان الله موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة